عن مأساة مغيبية صقلاوية في ظل حملة المدغمة الأخيرة ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الناشط الحقوقي سيد حسان الشهابي سيد حسان بناية مرحبا بك بحسب أهالي الصقلاوية حملات المدغمات والاعتقالات التي تشنغ ميليشيات الحجد مستمرة ما المغزى منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم التحية طيبة لك والمتابعين الكرام في الحقيقة مدينة الصقلاوية حانت الكثير من بطش حكومي وميليشياوي هذه المدينة التي يغيب عنها أغلب رجالها وهم الآن في عداد المفقودين بمصير مجهول وما زالت الميليشيات مستمرة في المداهمات والاعتقالات والابتزاز في الصقلاوية منذ سنين على نفس الحال في العام الماضي تم الكشف عن مقدرة جماعية تضم 640 جثة لرجال وأطفال بالقرب من تلك المدينة كلها نتاج هذه الميليشيات الطائفية التغييب القسري التعجير إذلال الناس وابتزازهم هو مراد هذه الميليشيات ومن يحركهم هذه المدينة باتت نساؤها أما ثقالة أو أرامل أو يتيمات مدينة شبه خالية من الرجال الحكومة العراقية والميليشيات هم متهمون بإبادة هذه المدينة أمام أنظار الجميع لماذا؟ ما الهدف من هذه المدرهمات؟ ما المغزى التي تريد الميليشيات والوصول إليه؟ المراد من هذا الموضوع تغييرا ديمغرافيا لتلك المنطقة يعني جردوها من الرجال جعلوها مدينة فقط نساء ذو مغربي صغلوية يقولون أن مسؤولية المحافظة والحكومة في بغداد لا يلقون لهم بالا رغم المناشدات إذن إلى من يتوجهون؟ في الواقع الحكومة أساسا هي متهمة بهذه الحوادث أصلا كل ما حدث في الصغلوية كان أمام أنظار القوات الأمنية كل المجازر والاختطاف تم أمام ناظر الحكومة الجميع يعلم من هو الخاطف ومن هو المتواطن الحكومة العراقية والميليشيات هما زراعاء هدم هدموا هذه المنطقة وهجروا وغيبوا أهلهم دفنوا الناس بمقابر جماعية بين الحين والآخر نسمع عن وجود مقبرة جماعية ويتم التكتيم عن الموضوع أيضا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعلمون هذه القضية وتفاصيلها والجميع بصمت مطبق للأسف الشريك أهالي المغيبين كثيرا ما طالبوا بالكشف عن مصير أبنائهم منذ سنوات طويلة أليس هناك وسيلة بعد رفض الحكومة لاستجابة لمطلبهم هو مطلب مشروع أليس هناك من وسيلة يلجأ إليها هؤلاء الناس بعد هذا الصمت غير مبرر من قبل الحكومة وحتى من قبل المجتمع الدولي نعم في الواقع الحكومة العراقية لها يد في هذه الجريمة الأحكام القضائية تنفيذها مذكرات القضط المخبر السري طريقة سلتغة المعلومات التحقيق كل شيء جميعهم يعاني بيشكال حقيقي ناحية تشريع التنفيذ حقيقة القضاء العراقي مطعون في أغلب قراراته لوجود مخالفات حقيقية للدستور دستور الموضوع والقوانين النافذة ناهيك عن مخالفة قوانين حقوق الإنسان في العراق والأواح والقوانين الدولية فيما يخص حقوق الإنسان وبالأخص موضوع المغيبين حقيقة يعني موضوع الأعداد المغيبين في ازدياد مهول طيب سيد حسن المصادر الحقوقية تسجل أعدادا متزايدة من الوفيات داخل المعتقلات طبعا والكثير منهم هم من الصقلاوية بما تفسر استهداف الصقلاوية وأهل الصقلاوية في الحقيقة ملف السجون من أسوأ ملفاك الأرقى التاريخ الحديث ابتداء من الزار قانون مكافحة الإرهاب الذي فتح الباق على المخبر السري مرورا بطريقة الاعتقال وتنفيذه إلى مرحلة للتحقيق والتعذيب الممنهج والمعلوم للجميع إلى مرحلة وصول المعتقل إلى القضاء ليتم الحكوم عليه بأحكام قاسية مع علم القضاء بحالات التعذيب وانتزاع الاعتراف بالقوة والإكراح منذ 18 أو 17 سنة وإلى الآن حال المعتقلات فيها العراق هو من أسوأ يعني من في إلى أسوأ وملف السجون هو من أسوأ الملفات في العراق طيب إلى أي مدى يمكن احتساب من اختفى قسرا إلى أي مدى يمكن احتسابه في عداد المفقودين بعد ظاهرة الكشف عن مقابر جماعية من وقت لآخر نعم في الواقع الأعداد التي تم الكشف عنها هي ليست بالضرورة عن كل المغيبين بل هناك كثير من لم يسجل الحكومة العراقية تحاول أعطاء مضالغ مالية لتنسيق مع حكومة الأنبار وسياسة الأنبار ليتم التكتيم عن هذه الجرار الحقيقة تحطى مضالغ بحجة أنهم محقودين لكن يتم احطاء هذه المضالغ هو للإفلات من العقاب تشويات سياسية مشبوهة من سياسية المحافظة يطنطمت الموضوع نعم شكرا جزيلا لكم من إسطنبول الناشط الحقوقي السيد حسان الشهابي شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم